احنا نتكلم مع حضرتكم عن المنتخبات المصرية في معظم الرياضات الحقيقة بتحقق مراكز متقدمة في البطولات العالمية واخرها المنتخب المصري لرياضة التجديف واللي قدر انه يحصد مداليات ذهبية في منافسات بطولة العالم في التجديف للصلاة علشان كده احنا معنا النهاردة في الستوديو علي علاء بطل المنتخب المصري للتجديف ومحمد الحسين يحاصل على المدالية الذهبية في بطولة العالم للتجديف في الصلاة 2022 وعشرين. صباح الخير عليكم. آآ مع علي ومحمد. يا ابطال. يا ابطال. صباحك فل. عايزة يعني ابتدي بقى كده كل حد فيكو يحكي لي هو ابتدى يا امت تكديف. والرياضة دي بتحتاج ايه بدنيا علشان انت بقى بطل آآ جمهورية او بطل عالم. هي رياضة تكديف ده آآ اللعبة شاكو جدا. التمرين بتاعها طبعا خمسة صبحة وصحي مبادرة طبعا انا اول ما بدأت رياضة تكديف بدأت 2014. بدأت في نادي الجمالية لعب المائية كان في المنصورة. فاول ما انتقلت على قاهرة انتقلت 2017. ده كان اول بداية المشوار بقى اللي هو المنتخب بقى ونادي المؤولين العرب. فبدأت دينا تشتغل معا بجد اكتر. الحمد لله شاركت في بطولة عالم كتير. واول بطولة عالم كنت شاركت فيها كان عندي عشرين سنة. وطلعت بطولة عالم وانا عندي عشرين سنة كبار السن. وتصفيت الحمد لله وطلعت. واول ما حياتي المدالية حياتي في بطولة افريقيا. علاقتي اثنين ذهب كان 2019. وعلقتي تاني عالم دخل الصلاة كان 2021 كان علاقتي تاني عالم وانا مضربين من فنلندا. الحمد لله 2021 وانا اول واكتسحنا وكنت 2021 كنت مساكي الاحسر ريكورد على مستوى العالم. ما شاء الله. حاجة تشرف الله. يا كبت. انا قديم شوية اكتر ادم شوية من محمد. بدأت تأديف 2006. بدأت انا صغير شوية عشان والدي كان بلاع تأديف من زمان برضو كاف المنتخب مصر. دخلت المنتخب من 2010 والحمد لله مكمل من ساعتها. رياضة تأديف رياضة زي محمد قال رياضة شقة شوية. بتحتاج عشان كانوا يعتبر التمرين تأديف يعتبر تمرين قوي شوية يعني. يعني الناس شوفها من برس بس كرة رياضة في المية ومراكل. لا طب. لا رياضة رياضة محتاجة يعني قوة وتحمل. فلا تدريب بتاعها عنيف يعني. التمرينات شكلها واحد بين بين البطولات ولا كل بطولة لها تمرين مختلف. هي مسافة التأديف مسافة السباقات مسافة واحدة سابتة على مدار الموسم كله هي ألفين متر. بس التدريب بيختلف طبعا فترات الموسم في البداية بتبقى فترة اعداد. ببقى شكل تمرين مختلف شوية. لما بنقرب من السباقات بتبقى فترة التدريب أقل بس الشدة أعلى عشان خلاص تبقى داخلين على البطولات وكده. فبس هي المسافة واحدة مسافة ألفين متر دي مسافة رسمية لكل سباقات التأديف. كلها ألفين متر طب هو والد هو اللي شجعه. انت بنسبالك مين اللي شجعك أصلا شنت اه انا كان والدي لعب تأديف. برضو اه كان. اللعبة دي وراسة. اللعبة دي وراسة بس. بصراحة بتحتاج مجهود عالي جدا. وتلعب تأديف وشغل وتمرين. يعني انت مثلا بتتمرن فترتين في اليوم. فترة صباحية فترة مسائية. عبارة عن ايه التمرين. مثلا ممكن الصبح كده اربعين كيلو مثلا في الماية. بقى فيه شد مثلا عشر ضايق. تلات مرات عشر دا اربع مرات. فانت بتحسب البرنامج بتاعك طول الاسبوع على التمرين. بقى فيه يوم خفيف. مثلا عندك سرعات يوم طويل. كل التمرين في الماية مفيش فترة. لا فيه الارجوميتر اللي هو فيه تملين الارجوميتر. وفيه جيم. اه. الاتنين بيخدموا على بعض يعني. بس هو الاكتر الماية عشان. احنا مسلا لو احنا دخلنا على طريق. انا عايزك تحكيلي. يعني تحكيلي. يوم التدريب بيبقى ماشي ازاي. هل بنعمل كل حاجة في نفس اليوم؟. لا. احنا مسلا عندنا الصبح النهاردة مثلا طويلة. طول دي مثلا ممكن اربعين كيلو مسلا او تاتين كيلو. بنمشي طويلة بقى بنمشي التكنيك وادريلات في الماية اللي احنا نحاول نزبط التكنيك في الماية اكتر. اه ممكن بعد كده العصر ممكن الارجوميتر يكونش هد بقى. اللي هو العشر دقيقة مسلا خمس مرات. اه لو فيه تلات فترات. تلات وحدات تدريب. بقى واحدة الصبح. واحدة الساعة 12. واحدة الساعة 4 العصر. الساعة 12 دي ممكن يكون جاري بس. جاري سويدي ستريتشات. انما هم التمرين الاسين عندنا اللي هو الصبح واللي هي العصر ده اسين جدا. ده اهم حاجة في التمرين. طيب انا على اعتقادي انه انه التكديف بيعتمد على العضلات الادين وعضلات الجسم من فوق ولا الموضوع ايه. لا اهو اهو امن حاجة في التأديف في الرجل والضهر وبعد كده الدراع ده عام مساعدة اصلا. اصلا. ده خطأ شائع يعني ان التأديف على طول بيبقى وفاكري انه بيعتمد على الدراعات. ما عشان انا بستخدم دراعي. اه. ما عشان انا قاعد. بالزبط هو الناس فاكرة كده. بس هولا التأديف جزء اكبر منه رجلين. رجلين اكتر اكتر حاجة بتبقى من استخدامها في التأديف. يمكن بنسبة 80 في المية مثلا من الاتفا بتحمل على الرجلين. انت صحاب اصلا. اصدقاء يعني اصدقاء من سنين ولا جامعاتك رياضة. لا ايه. كما على النادي الاول. بس بعد كده بقينا اصدقاء على مستوى الشخصي طبعا. وانتو في المنتخب بتحسوا ايه اللي ناقص المنتخب. اه. اللي ناقص بنحس ايه. يعني هل مسلا ناقصكو دعم. ناقصكو اهتمام من وسائل الاعلام. ولا لأ مش حاسين ان ده ناقصكو. ده سؤال كويس قوي. يعني احنا بنحتاج طبعا دعم اعلامي طبعا دعم مادي. بحس ان اللعبة اللعبة مكلفة شوية. يعني المراكب اللي احنا نقدف فيها دي غالية شوية. اه. فطبعا بتبقى احتاج كل مسلا سنتين تلاتة تتجدد طقم المراكب بتاعتك. فبتبقى محتاجة دعم ممات دي. اه. دعم اعلامي طبعا عشان الناس تشوفنا وتعرف اللعبة وتعرف النتاج اللي احنا بنعملها وبنحققها. اه. ايه تانية. فيه حاجة تانية يا محمد للمهات. اه. هو الاعلام بس لو تشارق اللعب اصلا مش مش معروفة في مصر اصلا هي اه بتحقق نتاج كتير وفيها لعبة كويسة جدا وفي المنتخبات وتصنفها كويسة على مستوى العالم. بس الاعلامي مش ظهر لها اكتر. بس في الفترة دي بدأت الدنيا. اه. 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 ارد عليه. كان خلاص الدعم الاعلامي وصل. فضل الدعم المادي بس. لا بس طوال بصراحة الفترة دي بقى هيتم بالاعلامي شوية اكتر. طيب انا انا شايف اللعبة فيها صلاة وفيها بطولة شواطق. فاردي وزوجي. ايه الاصعب? وبرضو عايزين نفهمها يعني. هي بطولة شواطق دي لسه لعبة جديدة. اول بطولة عالم لعبناها سنة الفتاة. علي اخد فيها تالت عالم. خمس. خمس عالم ستول العالم. واحنا جبنا كنا دين رباعي. جبنا فيها تسع على اربعين دولة. كانت اول مرة نشارك في البطولة دي اصلا. مكننش هيقاة زي التأديف بس هي في موك بقى علي. ومراكب غير. وده بيبقى اصعب. اصعب جدا اه. مش يعني يعني هو فيه تلت انواع متأديف زي ما حاك قلت. فيه تأديف عادي. اللي هو المراكب اللي بتشوفها في التلفزيون. او تشوفها اي حتة في النيل. وفيه تأديف الشاطئ. ده انواع جديد زي محمد قال. مركب اعرض شوية لانها بتأديف في وسط موجة. فتبقى محتاجة تبقى موزونة اكتر. اصعب شوية عشان هي تشالنجين شوية في الموجة والزروف الجوية والهوى وكده. وفيه تأديف الارضي اللي هو ثلاث حاجة هاك قلتها. اللي هو التأديف على الجهاز. على الجهاز بيبقى ارضي. ده تأديف الصلاة او الارجوميتر زي ما بيسموه. ده اللي احنا كسبنا فيه بطولة العالم اللي فاتت دي في شهر اثنين. البطولة اللي فاتت دي كانت معمولة فيرشول او انلاين عشان طبعا ظروف الكورونا وكده. بس دي انا شايفها فرصة كويسة عشان بتدي فرصة لكل دول العالم تشارك. لو انت عندك جهاز كل الناس عندها جهازة. انترنت وبتشترك في طوط العالم. مش شرط تروح لبلد البلد المضيفة. اه. ده شايف شايف ان هي كانت كانت بطولة كويسة جدا ناكحة جدا. وكانت المنافسة اعلى لان طبعا عدد المشاركين اكتر. بس احنا الحمد لله قدرنا ننحق مركز اوال يعني. عزيم. اه. طيب احنا عندنا ابطال الولمبيين في لعبة التجديف مع تقيب سنة. اه عندنا عبدالخالق البنة. وكان كابتن عالو برنيم الله يرحمه. كان بطل اولمبي يلعب اربع اولمبيات على التولي واربعض. كان عندنا نور. لا فيه اولمبيات كتير لعب كتير. مشاركين. بس محققناش مداليات على مستوى اولمبي ديشتا. بس مشاركة بتبقى مشاركات كويسة جدا. اخرهم كان عبدالخالق البنة. في تخيراتكم ليه محققناش مداليات اولمبية في اللعبة دي. واحنا عندنا ابطال عالم. اه. المدالية اولمبيا بتبقى محتاجة يعني تجهيز مختلف. بتبقى محتاجة امكانيات عالية شوية وتجهيز لفترات طويلة. ده متاح عندنا بس برضو زي ما قلت حقيقة من شوية لتأديف لعبة مكلفة شوية بتبقى محتاجة معسكرات. فر الامكانيات يعني. النيل عندنا طبعا نعمة ان هو مية متاحة عندنا طول السنة. بس النيل يعني السبقات تأديف تلعب في بحيرة. مش في نيل. النيل فيه طيار. فدايما الازمانة بتاعتها ما بتبقاش ما تقداش تقيس عليها. لانان السبقات بنتلع بره بنلعب في بحيرة. ده كان احنا بنتمرن في نيل. فمية مختلفة. كسافة مية مختلفة. وسرعة سرعة طيار مختلفة. فلما بنسافر بره بتبقى كأنك بتتمرن في ظروف مختلفة. كانانك مثلا بتلعب على ملعب معين وتروح على ملعب تاني. فتحس انك مش واخد على الملعب اللي انت تلعب عليه. فبتبقى فان شاء الله ليه لا. ممكن قلمبات الجاي بقى فيه مداليا ان شاء الله. ان شاء الله. الابة فردي وجماعي. اه فيه فردي. فيه دابل. فيه رباعي. وفيه ثماني. بس احنا اكتر عندنا الفردي والدابل دي. يعني احنا. ايه الاسهل بالنسبة لكم. هل انك تكون موجود في فريق مثلا فكلكم بتساعدوا بعض. ولا انك بتعتمد على نفسك لوحدك. احنا كلنا فريق كفريق واحد. وكلنا نتيجة يعني كلنا بنتمنى لبعض النتيجة الاحسن اللي اللي فيه. بس هو مثلا احنا بيحسن ما زالنا تصفيات. او زي. ونصفي بين بعضنا كده. اختيارات بيختار. فهم بياخدوا احسن سكيف طبعا. يعني احسن واحد. اقو واحد فانا بيكون سكيف. اللي هو الفرد. او الفرد اللي هو الدابل. بعد كده ممكن نحط دابل. وممكن يعني اقو واحد نحطه مع اضعف واحد يمشوف دابل. او على حسب المدرب ما بيشوف الرؤية بتاعات المركب ماشية او مش ماشية. فهو بيحط الرينج بتاعها عشان كده. طيب كل مركب بيبقى ليها التحديات بتاعتها. يعني الفردي بيبقى لوحدك بس يبقى مركب ابطأ شوية فتحتاج احد قوي شوية. المركب الزوجي والرباعي بتبقى محتاجة برضو يبقى فيها بتبقى تحدي شوية عشان الناس تمشي مع بعض. بناخد لعيب على الفرازة كده عشان يبقى اللي هو الفردي. الفردي اه. طبعا لانه هو الكل في الكل. كل وكل المركب لازم بتبقى لعب برضو على اعلى مستوى لانك يعني المنافسة برضو فالمراكب التانية بتبقى عالية برضو يعني فلازم تبقى اي لاعب في اي تشكيل لازم يبقى على اعلى مستوى طبعا. بس هو كل التشكيل ما بيكبر بيعش غلقطر. يعني نسكيف ده لوحده. التكنيك بتاعه هو واحد لوحده. انه لازم اللي اتنين مع بعض. يمشوا في نفس الطريقة. نفس الطريقة. يقعدوا فترة طويلة. يتمرنوا مع بعض سنين. يتمرنوا مع بعض عشان يحفظوا القدفة. اه. التكنيك عامل مهمة قوي قوي في التأديف. مش بس القوة. لازم توقيت دخول المأداف مع بعض. وحركة تلجسمه مع بعض. ففيه عوابل كتيرة بتأثر على حركة المركب وسرعتها. بقينا بنشوف مؤخرا. يعني انا وجه التحديد انا بشوف ولاد صحابي بيتمرنوا تكديف وسنهم صغير. وبنتكلم في سبع وتمن وتسعة سنين. اللي يبتري من السن ده يعني اسهل ولا لا. المفروض انه مسلا يتمرن فتنس كويس قوي. وبعدين يبتري تكديف. يعني انا شايف ان سبع سنين سنه صغار شوية. لسبب ان المركب ممكن تبقى تقيلة شوية عليه. والمأديف كييرة شوية عليه. بس لو هو لو هو فت زي ما انت قلت لو بيتمرن فتنس وجاهز بدنيا. يقدر يخش من سن تمن او تسعة سنين. ده سن يعتبر كويس جدا للبداية. بعد كده بيبدأ المنافسات بتبدأ من سن 14 سنة تحت 14 سنة. فهو يبدأ يجهز مثلا تلات اربعة سنة بعد كده يبدأ ينافس. فانا شايف ان ده سن كويس قوي ان الناس تبدأ تقديف. مستوى اللعب عندنا في مواصر عامل ايه? عندنا عندنا لعيبة تنافس من الشباب. اه عندنا لعيبة كويسة تنافس. اه بزاد الفتر دي في لعيبة اكتر. يعني كان المنتخة بالفتر اللي فاتت كانت لعيبة كانت في لعيبة كويسة. لا بس الوقتي لا في لعيبة كتير اوي. انا ان شاء الله الاتحاد اه الاتحاد يقف في موضوع اللي هو مشروع البطل قلومبي ده. لا في لعيبة جديد جات. وكبتا محمد طبعا نشكروه على على التعب اللي هو بعمل انه عايز يطلع لعيبة اكتر من مصر. مثلا مش لا. عايز اطلع جيل صاعد على طول. ودي اول حاجة يعني مركزين على الفتر دي اوي. يعني دي اهم حاجة ان مصر مركزة على الحيطة دي. يعني مثلا انا كبرت في السن وده واقع من اي حد. لا في لعيبة تحتي ان هي هتطلع. ودي اهم حاجة ده احسن حاجة انهم عملوها دلوقتي. صحيح. احنا بنشكركم على جودكم معنا النهاردة. والف مبروك. علي علي باطل المنتخب المصري لي التجديف. ومحمد الحسيني الحاصل على الميدالية الدهبية. في بطولة العالمي تجديف الصلاة 20-20. نورتونا النهاردة في السجرس السب op.- شكرا ليك. نشرفتونا نورتونا كل سعا من MIL. ترجمة نانسي قنقر